قهوة بعد الفطار. بس يا ست الكلب. بعد الفطار لما تيجي تشربي القهوة مش لازم تشربيها بعد الفطار على طول. لأ استني شوية كده تكوني هضمتي وطبعا هي قهوة من غير سكر. ايضا انسي تشيل الكافر استني. هتكون قهوة من غير سكر وتستني لما تكوني هضمتي علشان كل العناصر المفيدة اللي في الاكل تمتصيها. وبعد كده على الساعة تسعة ولا حاجة ممكن تقدر تعملي لك في انجال القهوة بتاعك. وطبعا لما تيجي تشربي القهوة بتاعتك. ما ترميش الراسب اللي بيبقى في الاخر. وخصوصا لو انت عاملها في مكانة القهوة برضو الراسب بيبقى قفيت بكتير. الراسب ده ممكن تعمليه ايه? تحطيه على حمام الكريم لشعرك. هيفيد جدا وهينعم الشعر ويحسن آآ شكله وطراته. او بتعمليه ماسك على وشك وعلى ايدك. مع معلقة زبادي ونقطة فيتامين ايه هتلاقي ايدك ووشك حاجة تانية خالص. او الحاجة تالتة انك ممكن بحبة القهوة اللي بيتبقوا مع شوية الراسب ده تحطيهم في القطن بتاع الميكب. وتعمليهم كمادات للهالات السودة حوالينا عينيكي هيفرقوا معاك جدا وانزي الهالات السودة. وان شاء الله هنعمل بيستيرام للوش يغنينا عن كل الاستيرامات اللي احنا بنشتريها بمبالغ كبيرة. واستنوني وتابعوني. ما تنسونيش بالتعليقات عشان تعليقاتكو بتفرحني جدا. سلامها توحشوني.